فيه كمان مؤشرات كانت مخليها الناس متشاقمة جدا هو احنا ايه؟ هو احنا ما بنتعلمش ليه؟ هو احنا نكرر الأخطاء ببراعة وكأنها جزء من ثقافتنا على فكرة هي جزء من ثقافتنا من أيام العبارة الظهراء فاكرين ماتش تونس المؤهل لكأس العالم 78 كنا كسبنا 3 اثنين في القاهرة بالجون الساحر بتاع كابتن الخطيب وتونس كان عندها فريق زهبي وقتها طريق دياب والإمام وفرقة زهبية يوم ايه بقى؟ خلاص احنا نروح بقى نتعادل ونوصل كاس العالم كلام جميل بس احنا هنتعادل ازاي؟ الله هو مجلس الشعب مش لازم يبان في الصورة يبقى فيه ناس من مجلس الشعب مسافرة على العبار الظهراء اللي رايحة تودينها تونس الفنانين كانوا موجودين مجلس الشعب نفس القصة لدرجة ان اتحاد الكرة فيه سابقة لم تحدث واعتقد انها مش هنشوفها تاني في اي حتة في العالم عشان يضمن قوي ان الشعب المصري كله يكون معاه فقال لك المنتخب مكون من الاهل والزمالك يبقى نجيب هيدوكوتي ونينكوفيتش هعتقد كان اسمه نينكوفيتش مدرب نادي زمالي نسور الاتنين يبقوا مسؤولين عن الفرقة في تونس فالنتيجة تبقى يا شباب اربعة واحد ايوة نخسر اربعة واحد لان احنا كنا طلعين طلع احتفالية مهرجانية تعود الايام مباراة فصلة في المدرمان اهلا بالفنانين اهلا بالادباء اهلا بالشخصية العامة ورجال الاعمال اهلا بمجلس الشعب اهلا بكبار رجال الدولة وتحدث المأساة اللي كلنا عارفينها في مطش الجزائر في الخرطوم ثم فضلنا بقى ايه كسبانين كل مطشاتنا مع برادلي لحد موصلنا على المطشين بتوع غانا نتعلم اللي فات لا ازاي نفس القصة وزارة الشباب الفنانين الادباء الهيصل في اللقندات الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة نشيل الستة ونرجع ونكسب هنا اتنين واحد يعني مش ممكن مش ممكن يا جماعة ان احنا نكرر الاخطاء باقتدار اصرار زي اللي بنعمله نيجي الروسيا بقى عدينا ماتش ارجوي ازاي ماتش روسيا هو وخصوصا ان احنا اهلنا الناس كلها ان الروسيا دي يعني يعني والله يعني لولا لما كنا قلنا عليها حصلت المجموعة قبل لدرجة فيه مجلة المانية انساقت ظهر كانت بتقرأ الاعلام بتاعنا وقالت روسيا لان تتأهل مهو روسيا لان تتأهل يبقى ارجويه معاها يا مصر يا السعودية وتضطر قدرش بيجي لالالمانية تعتز للفريق الروسي لانه اصبح اول فريق اتأهل بست نقاط من فوزين جاب ثمان اهداف ودخل فيه جو علية دي ف لا يروح بقى الفنانين اهلا وسهلا اللي معرفش بيستفيدوا ايه بيحبوا الكورة لا دول مش بتاع كورة جوز كبير منه مش بتاع كورة طب بيحبوا ايه الشهرة يا اخوانا ما انتم مشهورين ولا الكورة بقت طريقة سهلة اللي وصولوا الى اه الشعب اكتر يعني اهلا روح نتفسح ونتصور لنا صورتين وابتاع وراحوا كابسين على الفندق وحيطة الفندق دي حتكلم فيها شوية اه وبعدين كلام كتير بقى على ان الفندق كان عام زاسوء عقاز والفوضى تضرب وبعدين سبعين واحد ولا ميت واحد من مجلس الشعب فيه وقت الحقيقة لا يتحمل مثل هذا البزخ خالص وخصوصا من اعضاء مجلس الشعب خالص الناس بنقول لها يلا شدوا الحزام شوية خلينا طب ما تشدوا كلنا ما تيجوا كلنا تشد الحزام ما تيجوا كلنا تشد الحزام وانا تقشب ودي تبقى الهدية او دا المثال المسؤول يديه لناس عشان تستحمل معاه ما عمللش كده رجال اعمال ممثلين ساسة يعني كل اطياف المجتمع اللي بتحب تحضر المناسبات مش عشان الكورة طبعا كانت موجودة معرفش ليه تمالي هم حاسين هيكسبوا ويرجعوا يعقولوا ان احنا يعني ايه انا مسافر ادعم المنتخب يعني ايه انا كفنان او انا كمسؤول ادعمه ازاي يعني احسن دعم المنتخب ان احنا نحسسه بالتركيز والخطر مش بالاحتفالية والمهرجانية اللي عايز يدعم فريقه صحيح يخوفه مش يخوفه ضيع منه الثقة لكن يحسسه انه داخل انه مش راح فسحة لا احنا ما كناش في فسحة وان كان مسألة اللي حصل هناك فيه كلام كتير ان الفريق كان بمعزل عن كل هزي اللفتات المهرجانية لكن مؤكد هو اعلاميا وصلوا وصلوا الاحتفالية اللي برا وصلوا احساس ان الناس واخدها كترخركوا احنا جاينا احتافل بقى مش وصلتوا كاس العالم ما احناش عايزين اكتر من كده بس الشعب كله كان عايز اكتر من كده واحنا حطناه في سقف توقعات انه لما كسبناش وروحنا الدور التاني يبقى فيه كارسة او فيه قصور انا شاف انه ده المنتخب في الماتشين اعمل اللي عليم ما يقدرش يعمل اكتر من كده حطينا جنف نفسنا ولينا ضرب الجزاء كانت طلعنا اتنين اتنين لو الخطائين دول ما حصلوش